بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وحشتوني كتير اصدقائي بجد والله وحشتوني جدا والنهاردة جاي لكم بدرس مهم جدا كيفية معرفة اذا كان هاتفك مخترق ام لا ومن الاختراق طبعا كلنا دلوقتي في الفترة الحديثة كل واحد معنا تليفون مفيش حد في الدنيا معهوش تليفون سواء كان كبير او صغير لكن كلنا معرضين لاختراق الهاتف دوت اول حاجة كيف يمكن اختراق الهاتف عن طريق الرقم يمكن اختراق الهاتف عن طريق الرقم من خلال لما توصل طبعا التليفون بتاعك على شبكة واي فاي عامة شبكة واي فاي عامة دي مسلا في المحدة المقاهي او المطارات بتوصل التليفون بتاعك ممكن سهل جدا ان يتم اختراق التليفون بتاعك والطريقة التانية عن طريق شحن هاتفك في جهاز في جهاز لابتوب او كمبيوتر مجهول المصدر انت مسلا عايز تشحن التلفون او بتوصله عن طريق ويمكن ايضا اختراك الموبايل عن طريق ارسال رسالة اسم اس اليك وتضغط عليها فيتم اختراك الموبايل. يبا احنا قلنا مسلا تلات طرق على سبيل المسال اختراك الموبايل اللي انت تتصل على شبكة واي فاي عامة او تشحن الموبايل بتاعك عن طريق من خلال كمبيوتر او من خلال لابتوب مجول المصدر او يجي لك رسالة اسم اس وتضغط عليها فيتم اختراك الهاتف بتاعك. طيب انا عايز اعرف ما هي العلامات التي تبين لك ان هاتفك مخترق. يعني بطريقة اخرى كيف اعرف ان هاتفي مراقب من جهاز اخر. اعرف ازاي الهاتف بتاعي مخترق ولا لا. هنقول بعض الحاجات اللي من خلالها لو ظهرت عندك في التلفون تعرف ان التلفون بتاعك مخترق. يبدأ الهاتف فجأة في فقد طاقته ويحدث ذلك عندما يكون هناك احد التطبيقات يعمل بداخل الهاتف. يبدأ الهاتف فجأة في فقد الطاقة. يعني تلاقيه بيفضي بطارية او بيفضي الشحن بسرعة. تعرف ان دوت سبب من اسباب الاختراك. طبعا مش معنى اي حد ان التلفون بتاع بيفضي شحن بسرعة. يبا هو كده مخترق ممكن تكون البطارية دي بايزة او بطارية تالفة. طبعا لو هو جاب التلفون جديد مسلا او لحالة البطارية كويسة. وفجأة يلاقي ان الهاتف يفضي شحن بسرعة. يبقى فيه هاتف يعمل في الخلفية هو الذي يؤدي الى فقد البطارية او فقد الشحن فيعرف ان التلفون بتاعه طبعا مخترق. اما عن السبب التاني انت تجد ان الهاتف يسخم بسرعة. تلاقي التلفون دايما بيسخم معك بسرعة. حتى لو لم تكن تجري اي مكالمة او حتى تستخدمه من الاساس. التلفون بتاعك سواء انت سايبه على الترابيز او بتستخدمه دايما التلفون بتاعك تمسكه تلاقيه سخط. تمام كده? اما عن السبب التالت هاتفك يعمل من تلقاء نفسه. يعني تليه يفتح ويغلق لوحده. تمام? او يفتح تطبيقات لوحده. اما عن السبب الرابع تأتي مكالمات مجهولة في خانة مكالمة حديثة. دايما تلاقي في سجل المكالمات مكالمة حديثة من ارقام مجهولة. رقم خمسة الا تتمكن من اغلاق هاتفك. بمعنى كل ما تيجي تقفل التلفون بتاعك بتاجد صعوبة في اغلاق التلفون تعرف ان التلفون بتاعك مخترق. اما عن السبب السادس تكون هناك اصوات تشبه الصدى تسمعها خلال المكالمات. لما تيجي تجري مكالمات تلفونية تيجي تتكلم حد دايما تسمع صدى صوت. تعرف كده ان التلفون بتاعك مراقب. يبا احنا قلنا ست علامات او ست دلالات من خلالها تقدر تعرف ان التلفون بتاعك مخترق. تمام كده? طيب كيف يمكن حماية هاتفي من الاختراك بقى? انا عزا عرف احمي ازاي هاتفي من الاختراك. ازا استقبلت رسالة زيتها رابط بينما لا يمكن ان طرع عنوان اياك ان تفتح. بمعنى لو انت جات لك رسالة على التلفون اي بقى جات لك على المسينجر جات لك على جاية على اي حاجة حتى رسالة اسم اس. ما تلاقيتش ان اللي هو العنوان نفسه موجود في دوت ظاهر اياك تفتحها. ونصيحة ما تفتحش اي لينكات نهائي. اما عن السبب التاني في حماية هاتفك من الاختراك. ازا شحنت هاتفك عبر كمبيوتر غير معلوم المصدر. يعني انت مضطر انك تشحن تلفونك من خلال كمبيوتر. يبقى تعمل ايه? لما توصله باليو اس بي تختار شحن فقط. تختار كلمة شحن فقط. لا تستخدم وظيفة تذكر كلمة المرور. اياك تستخدم تذكر كلمة المرور في اي حاجة بقى في التلفون في الواتساب في المسينجر في اي حاجة اياك تستخدم تذكر كلمة المرور. اغلق امكانية التوصيل الاوتوماتيكي لشبكة الواي فاي العامة واختر التوصيل اليدوي. اوعى برضك ان انت تكون بتتردد على مقهى او على مكان نادي او على مطار ما مسلا. وانت كنت عامل كون نكتب الشبكة العامة ديت وتعمل التوصيل تلقائي. ده الغي التوصيل التلقائي وخليها التوصيل اليدوي. لكن من الافضل اصلا ان انت تتوصل على او تخش على شبكات اه بيانات الهاتف ما تفرحش ان النت ببلاش. لكن ده بيعرضك للاختراك طبعا. ونجم ملاحظة اخيرة بمناسبة شبكات الواي فاي. في ملاحظة اقول هلك بشأن شبكة الواي فاي. الا وهي ضرورة تجنب الشبكات ذات الاسماء المسيرة للشكل مثل انترنت مجاني واي فاي فري يعني لما تلاقي حد مسلا عاملك انترنت مجاني كاتب اسم الشبكة كده يبقى هو قاصد ان هو يعني ايه اه يتصيدك قاصد ان هو يتصيدك انت بالنسبة له صيدة عشان خاطر يقدر يعمل يهجم على التليفون بتاعك ويهكر التليفون بتاعك. تتجنب دايما اسم الشبكات الانترنت مجاني واي فاي فري والكلام ده كله. او اي حاجة يعني على هذا اه المسال. لا تقوم لا تقوم بعمل مشتريات على الانترنت او تحويلات مالية عن طريق شبكات الواي فاي المجانية. ودي معلومة مهمة جدا ان انا محولش فلوس مسلا وانا هحول فلوس ما استخدمش شبكة واي فاي مجانية ابدا. ولو هشتري حاجات على انترنت ما استخدمش شبكة واي فاي مجانية ابدا. ازا كنت استخدمت تقنية الاندرويد. حمل برنامج مكافح الفيروسات. طبعا هواتف شاومة هواتف محترمة. عليها مكافح اه الفيروسات افاصل. وتقدر برضك تحمل بعض التطبيقات المقافحة للفيروسات. لا تنسب الطبع اضافة كلمة مرور بسورد الى هاتفك. تمام كده? تعتمد نتائج الاختراق وطرق على عوامل لحصرة لها. طبعا في حاجات بتسهل الاختراك زي نوع الجهاز المحمول. نظام تشغيل الهاتف المحمول واصداره. الصغارات المتوفرة في نظام التشغيل الهاتف المحمول قد تكون الصغارات بسبب خطأ بشري. قام به المستخدم كتشغيل تطبيقات غير مضمونة دون التحكم من مصدرها. وهنوذكر بعض التطبيقات اللي هي المشبوهة. وهيبهلكوا على الشاشة. في بعض التطبيقات بتاخد صلاحيات المختارك. آآ كستطاعة المختارك ان يستخدم هاتف المحمول خاص بالضحية. ما لمستخدم لطرق الحماية الامنية للهاتف او الجهل بها. طبعا في تطبيقات زي ما بيقولوا كده تطبيقات مشبوهة. كيف يمكن حماية هاتفك من الاختراك? اولا لا تستلم اي رسالة احنا قلنا عليها. تمام كده? من جهة غير معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي والشات مثل الفيسبوك او الفايبر او واذا قام اي رقم مجهول بارسال رسالة لك عبارة عن صورة او رابط او ملف كن بمسحها على الفور دون ان تفتحها. وكن بعمل حظر لهذا المجهول. ثانيا لا تقوم بتحميل التطبيقات من اي متجر مجهول او غير موسوك. ده بنحمل التطبيقات بتاعتك من متجر دوت المتجر رسمي المعروف. يفضل الا تقوم بتحميل اي تطبيقات او العاب في الوقت الحالي الا من متجر طبعا قائمة بعض التطبيقات المسببة الاختراق في تطبيقات كتير جدا مسببة الاختراق. وهتظهر امامكم على الشاشة. ده التطبيقات اللي هي نقول محظورة او ما تنزلهاش. عشان التطبيقات ديت ممكن تسرقك. بمعنى الكلمة. يعني ممكن تخترك من خلال هذي التطبيقات. وتطبيقات سركة الواي فاي واختراك اه الواي فاي. وتطبيقات التحميل من الوتيوب والصور الاباحية وتطبيقات تسريع الانترنت. والانترنت كلها تطبيقات مزيفة ومصابة. وتساعد على الاختراق. وسوف نكون بعرض بعض التطبيقات المسببة الاختراق وفقا لموقع. تمام? زي ما انتم شايفين دي التطبيقات اللي ظهر امامكم على الشاشة. ما حدش يحمل اي من التطبيقات ديت ولا حد محملها يحزفها على الفور. نخش بقى في موضوع مهمة واقوات سريعة تتيح لك معرفة من يراقب هاتفك ويتتبع مكالماتك. تمام كده? في الكود اللي هنكتبه دلوقتي دوت. طبعا الاقوات ديت تتبقى زهرة امامكم على الشاشة. اول كود هنستخدمه نجمة شبك واحد وعشرين شبك. الكود الثاني شبك شبك زيرو زيرو اتنين شبك. الكود التالت اللي هو نجمة شبك ستة تنين شبك. والاكوات ديت تزهر امامكم على الشاشة وانا انقول كل واحد حسب الترتيب اللي موجود امامكم في الصورة. الكود الاولان يمكن من خلاله. يمكن من خلال هذا الكود معرفة ما ازا كانت بيانات الهاتف او الراسائل او الملفات والصور الشخصية تم توجيهها الى جهاز محمول اخر ام لا. من المهم التأكد ان ذلك الامر يتيح لمستخدم الهاتف معرفة اذا كان هاتفك مخترق ام لا. اما عن الكود التاني لظهار امامنا اللي هو شباك شباك زيرو زيرو اتنين شباك. من خلال هذا الكود يمكن اقاف كل الوسائل الممكنة للتجسل واختراق على الهاتف. من المهم معرفة انه يمكن استخدام هذا الرمز لجميع مستخدمي الاجهزة المحمولة. اما عن الكود التالت. في هذا الرمز يتم التوصل الى الارقام التي يتم من خلالها تحويل اي مكالمة شخصية اليه. من خلال الكود ده وتعرف اي مكالمة هتتحول لتليفون تاني من خلال الكود ده. سواء كان الجهاز مغلق او خارج نطاق الخدمة. وبالتالي من خلال ذلك يتم التجسس على صاحب الهاتف او تسجيل المكالمات. وزي ما انتم شافين ديت الصورة اللي ظهر امامكم على الشاشة اللي فيها الاخواد. يبا احنا عرفنا كل شيء النهاردة تقدر من خلاله تحمي نفسك من هجمات الهكر او اختراق الهاتف وزي تعرف ان التليفون بتاعك مخترك ام لا? في حابب في الاخر قال لكم على بعض النصائح. اوعى تضغط على اي يجي لك. 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 شوف انا اكدت على الموضوع ده كان مرة. ما تضغطش على اي صورة او اي فيديو جي لك في رسالة خاصة. ما تضغطش على اي رسالة اسم اس جدي لك في اي حاجة لان الموضوع دوت برضك خطر. ماشي. لو عرفنا برضك ان التليفون بتاعك دوت مخترك تقدر تعمل اه فورمات للتليفون بتاعك عشان خاطر تتأكد ان كل حاجة على التليفون اتمسحت. لكن قبل ما تعمل فورمات للتليفون بتاعك ما تنساش تاخد الايميل بتاعك برا والباسورد عشان ممكن تحتاجه. لاحسن التليفون بتاعك يعمل لوق. تقدر تنقل كل الصور في الفيديوهات عندك على اه مسلا جهاز لابتوب او كمبيوتر عشان تسترجعهم تاني بعد ما تعمل فورمات. دايما نزل برنامج حماية زي برنامج افاصل. في برامج كتير محترمة جدا للموبايل. كل الحاجات دي تقدر انت تستخدمها عشان تحمي نفسك من هجمات الهكر. ولو عندك اي سؤال بيدور في ذهنك او في حاجة انا موضحتهاش او مررت عليها مرانا سريعا او عندك اي حاجة حابب ان انا شرحها. وعملناها مسلا شرح وافي. ما ننساش تسيب لي كومنت اسفل في اللازل تشاهده الان. وان شاء الله هتليني برد عليك في اقرق وقت ممكن. قبل ما نخرج من الدرس. نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يجعل هذا العمل اه في ميزان حسناتنا صدقة جارية ان شاء الله. وتقدروا تفيدو بيه اصدقائكم واحبابكم واخبادكم واولادكم. شاء اروا الدرس دارت معكم عشان قدر يحمي نفسه كنا معكم اخوكم من فارس اسام. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.